أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس جدري القردة في ألمانيا ارتفع من 21 حالة إلى 33 حالة كما أعلنت هيئة الصحة البريطانية أن عدد الحالات في بريطانيا الأضباء ارتفع بالفعل إلى ما يقرب من 180 حالة وتم حث البواطنيد على الاستمرار في الانتباه من ظهور بوقع جديد أو بثور أو قرح وأوسطهم الهيئة بالحد من الاختلاط في حالة الشك